أهلا بيكم مع ملخص رواية الباب المفتوح لدكتورة لطيفة الزيات وبتبتدي الحكاية سنة 1946 وبنلاقي الأب محمد سليمان وزوجته وقفين هما بيحسوا بالرعب لأن في الوقت اللي انطلقت فيه المظاهرات في ميدان الإسماعيلية كان ابنهم محمود اللي عنده 17 سنة لسه مرجعش ويكانوا طبعا قلقانين عليه وأخيرا رجع لكن إعصام ابن خالته بيسنده لأن هو أصيب بالمظاهرات طبعا ليلة أخته البنوت الصغيرة اللي عنده 11 سنة كانت مرعوبة لما شافت أخوها كده لكن ابتدت ترسم صورة لأخوها البطل وفضلت تحكي لصديقتها في المدرسة عنه وتحكي لجميلة بنت خالتها وأخت عصام واللي كانوا بيسكونوا معاهم في نفس العمارة في الوقت دوت حاولت ليلة أن هي تبقى أكتر بنت شطرة وتلفت نظر مثل نواليها انتبهت على خبر أن هي خلاص بقت كبيرة ويجب أن هي تمشي على الأصول وكبرت فعلا ليلة ومرت الأيام وبقى عندها 12 سنة وبتحيا حياة منتوجه يعني بتعمل كل اللي هي عايزنا في المدرسة من أنشطة لكن في البيت أثيرت كل حركة بتخاف أن هي تغلط في أي حاجة فتواجه بالعقاب بتلاحظ خوف أمها الدائم من والدها أما محمود دلوقتي بقى في كلية الطب وليلة بتبقى فرحانة قوي لما بيشاركهم في الغدى وبيبتدي يحكي لهم حكاياته في الكلية وعالمها بقى بتقضيه في القراءة يا إما في أحلام اليقظة بتتمنى أن هي تقابل فتا أحلامها لكن هتقابله فين مستحيل عمرها ما هتقدر تدخل الجامعة أصلا هي دخل تستنوي بإلحاح من محمود والدها يرفض يا ترى فتا أحلامها ده هيكون واحد من المعارف وبتفتكر ليلة معاناتها في التعامل مع معارف والدتها لازم أن تحترس في كل خطوة تخطوها وهم موجودين بتنتبه من كلامهم هي بتكره دولة هانم لأن هي بتفتكر أن هي كانت سبب في انتحار بنتها صفاء صفاء كانت كرهت حياتها مع زوجها اللي ما كانش فيه عيب مش موجود فيه واستنجدت بوالدتها لكن الأم رجعتها لبيت زوجها وصفاء انتحارت عشان تخلص من الموالدة كله تفاصيل ما بتغيبش عن بال ليلة وبتقلمها جدا قررت أن هي تشارك في مظاهرة خرجت من المدرسة لكن والدها عارف وبيتها طلقة علقة ساخنة وبترجع للبيت وبتعرف أن جميلة بنت خليتها وفقت على العريس اللقطة اللي أحضروا ليها رغم أن جميلة كانت رفضا عشان خاطر سنه كبير وشكله مش حلو لكنت رجعت قدام فلوسه وبتدت ليلة تدرك حبها لعصام ابن خليتها وعصام بعد ما كان ابتدى قصة حبه معاها ابتدى يتراجع وما بقتش تشوفه عشان كده قررت أن هي تتجنبه وما كانتش تعرف أن عصام طادق لكن معارف أن المشوار طويل قدامه عشان كده من الصعب أن هو يرتبط بيها وعشان كده فكر في زميلته في الجامعة عنايات واضطرت ليلة أن هي تزور بنت خليتها عشان خاطر تبارك لها عشان خاطر ما تعتقدش بناء على رغبة والدتها عشان ما تعتقدش أن هي غيرانة منها لأن هما الاتنين في نفس التن وكانت ليلة منتغربة وغطبانة أن جاميلة خبت خبر موافقتها عنها وكانت الزيارة فيها عديلة وتناء أصدقائهم في المدرسة وأول لما استابوا جاميلة اللي كانت فرحانة جدا بخطوبتها صممت ليلة أن هي تستضفهم في بيتها وابتدوا يكلموا عن زواج جاميلة واستغربت ليلة أنتها يتوافق على زواج غير مبني عن حب هي ما تتصورش أن هي تعمل حاجة كده وكانت شايفة أن هما أسعد حال من أمهاتهم اللي كانوا محرومين من فرصة الاختيار لكن هما بقى تعلموا وخرجوا للحياة لكن صديقتها بيقولولها أن حياتهم كانت داير رأسة على السلالم إحنا موصلناش لأي حاجة وبيوفاجئ عصام ليلة بعد ما بينطرفوا صحبتها وبيتعلل أن هو يجاي زور خالتها وبيقول لها أن هو بيحبها ولما بيجي محمود محمود بيستغرب أن جاميلة وفقت على الزواج بلا حب فعصام بيقوله أن إحنا مش هنردى أن إخواتنا البنات يقعوا في الحب دا لكن محمود بيبشرهم أن هو بيتدرب عشان هيستافر للقناة لكن بيختصت عصام وليلة بالخبر اللي هيخبيه عن والده والدته وهنا عصام بيحس بالنقص قدامه لأن هو ما تقدمش بالخطوة دي وبيقرر يغير رأيه ويستافر مع محمود وأوي لما والدة عصام بتسمع الموضوع ده بتبتدي تنهار وتهدد بالانتحار فطبعا عصام بيتراجع لكن محمود ما بيتراجعش حتى ما بعد ما بيهدده والده أن أنت مش هكون لك أي صلة بينه وبيستافر محمود وهنا ليلة بتحس بعدم تقدير ناحية عصام وما بتلتمثلوش أي عذر وبتدي بقى الرسالة تتواصل بين محمود وليلة الرسالة كانت في البداية مطولة وبيحكي لها كل التفاصيل وبيكلم عن صديقه حسين عامر المناضل الثوري لكن مع الوقت ابتدت الرسالة تبقى مقتدبة وحست بالخوف نحو نحية أخوها بالتأكيد بيواجه مشكلة وبيجي محمود وبيرد على السؤال ده بيقولها أن احنا معزولين الفدائيين عددهم قليل وكأن الجماهير خانتهم بأنها اكتفت بالمشاهدة كمان تقاصة الحكومة بإرسال السلاع وبيجي يقوم خطبة جميلة وبتلبس تايلة فستان أنيق بيلفت الأنظار وبيعود صدقي ابن دولة هانم يكلمها فطبعا الموضوع ده بيصير غضب عصام اللي بيقعد يوبخها وبعد كده بيحاول أنه يتقرب منها لكن بتصده وبيمر دلوقتي ثلاث شهور على صفر محمود وأخيرا بيجي محمود وكان مرسل هو وصديقه حسين في مأمورية ولما بتشوف حسين بتلاقيه بيعرفها من حكايات محمود لي وكمان هي بتعرفه من حكايات محمود ورسيله وبتروح بقى عشان تندع عصام عشان يقعد معاهم وبتستغرب من طريقة معاملة الخادمة معاه وبتعرف من جميلة أن عصام والخادمة على العلاقة طبعا هنا ليلة بتنهار وبتحس بالهزيمة كأنها كانت بتدور على حريتها وبتكتشف أنها أخفقت في ده ومحمود أخوها كان بيدور على حريته واستضم بالأمر الواقع في النهاية جميلة اللي هي اللي كانت فايزة اتجوزت زيجة مريحة وبتعيش في فيلا يا ترى كانت هي وأخوها بيفكروا بطريقة غلط وبيتم حريق القاهرة ليلة كانت في استضمات متواصلة وبيتم الأبضة على محمود وحسين ضمن حملة من الأبضة على الفدائيين وأخيرا بيتم الإفراج عنهم بعد ست شهور وبتتولى الأحداث وبتنعدل على ثورة 23 يوليو وبيتم طرد الملك وبيصبح الواضع أفضل لكن الليلة لسه في صدمتها والأكتر من كده إن عصام بيتعامل بمنتهى البصادة وكأنه مغلطش وبيجي حسين وبيعترف لليلة إن هو بيحبها وكان يعرف قسمتها لأن هي كانت بتستمد ثقتها من الآخرين وشعرت بالخزلان وإيه فقدت نفسها ومش هترجع تاني لحد ما بتلاقي لحد ما هتلاقي ليلة الحقيقية في يوم من الأيام وهو ما يقسش من كده أبدا وقرر أنه يفضل وراها لحد ما تلاقي حقيقتها حسين كان عارف تفاصيل قصة ليلة مع عصام من ثناء صحبتها والقصة دي أصلا كان استشفها من تعامل ليلة مع عصام وحاس حسين لما كان بيروح عنده من هو في بيته وبيفتكر نشئته في الريف ووفاة والدته هو طفله ولما والده مات خد أخته وراحه سكنه في القاهرة ودخل في تحدي مع نفسه هيكمل دراسته لحد ما بقى مهندس ويجاهز أخته لحد ما تتجوز وبعد ما أخته تجوزت رجع وحيد مرة تانية ومحاولاته مع ليلة مش هتتوقف حسين هي بتحبه لكن خايفة صدمة زي صدمة عصام وبيقول لها أنه تم قبوله في بعثة بألمانيا مدتها الثلاث سنين ويه هيعيش وهو بيتمنى اليوم اللي هتبعث له ليلة وتقوله أن هي قبلت بزواجه وهتجيله ألمانيا وعرف قبل موعد رحيله أن قصرة محمود تفرت لراسل بر وبيستفر ليهم عشان يودع ليلة وقدر أن هو يتكلم معيها ويطرح عليها الفكرة مرة تانية وليلة بتحس بميل ناحيته يا طرح هتبتدي معامل أول وجديد وأن هي هتبتدي تحصل على حريتها بعد ما أخيرا قدرت أن هي تستعد لدخول الجامعة ولقيته سعيد بدوت وبيطلب منها أن هي تودعه في الصباح وبعد ما استعدت أن هي تودعه ورجعت مرة أخرى وما خرجتش من البيت وفي مرة من المرات ليلة لقيت نفتاعة بعد ما مش حسين أن هي بتحس بقوتها وعشان كده قررت أن هي تركب مركب لوحدها وكادت أن هي تغرق لولا أن هي قدرت أن هي تجدف وترجع للشط وأخيرا ليلة دخلت كلية الأداة بقسم فلسفة وكان معاها صديقاتها ثناء وعديلة وما كانوا ش بيتفرقوا عن بعض أبدا الرغم أن كل واحدة منهم ليها شخصية عن التانية سنق مثلا حالما ودلوقتي كانت مرتبطة بمحمود أخو ليلة لكن عديلة عملية جدا ما بتؤمنش بالحب أبدا وفي يوم من الأيام حسين بعت خطاب لليلة في الجامعة وابتدت البنات تتهامس وهم بيشوفوها بتاخد الخطاب وقال لها أن هو بيستنيها أن هي توافق على حبه وأن مشكلتها في ثقتها بالآخرين وأن الحل أن هي تفتح الباب وأن هي تبدل الحب دوت بحب الوطن والشعب وحثت ليلة أن فيه شيء بيمستها في الوقت اللي كان رمزي أستندها في الجامعة بيتعمد أن هو يحرجها وإستطلبها لحد ما قررت أن هي تجاريب أفقاراقه عشان يرحمها شوية من الكلام النشف اللي بيوجهه لها وابتدت الأمور تتحثن شيئا ما ويرجع ويعملها بطريقة أسوأ لما بيلاقيها بتتكلم مع واحد زميلها في الجامعة وهم في المكتبة وإيقانت بقى ثناء وعادي لأن هو بيعمل كده بدافع الغيرة والحب لكن ثناء نصحتها أن هي ما ترتبطش بي لأنه هو هيقيت حريتها لكن الليلة وفقت على اقتراح عاديلة أن هي تبعت لحتين وتطلب منه أن هو ما بعت لهاش خطبات تانية وكان التبب عشان ما يزيدش كلام الناس عنها وابتدت علاقتها تزيد مع دكتور رمزي اللي أولى بيها اهتمام كبير بيديها كتبه وبيهتم بأبحاثها وانحطرت آراء ليلة في آراءه والتسليمت لمعتقداته وكانت بتحط بالخوف من منقشته حتى أعلنت الجامعة عن الحرص الوطني وانضمت ليه والأول مرة بتقعرف ترفع وشها في وشه اللي بيتكلم معاها وبيقول لها الرمزي أنه هو محتاج عايز يدور والدها فبتعتقد أنه هو هيطلب منه حاجة في شغله أو أي حاجة والدها وافق من غير ما ياخد يعني اللي اتنين من غير ما ياخدوا رقيعة وحثت والدتها بالخيبة لما عارفت إصرار رمزي أنه هو مش عايز يعمل حفلة خطوبة وافتكرت بقى في مقارنة بينها وبين أختها إيه اللي جاوزت قاضي لكن هي جاوزت موظف بسيط بنت أختها جميلة لجاوزت راجل غني وبنتها لسه ما جاوزتش لحد الوقت عيصام اتخرج من الجامعة وقرب أنه يرتبط من ششت ابن دولة هانم لكن بنتها لفنين جميلة ما جاوزتش ومحمود اتخر تخرجه بسبب الانضمام للفدائيين في الوقت ده طممت جميلة بقى أن هي تتولى إقامة كل شيء وتعمل حفلة في حديقة فيلتها واختارت لليلة فستان شيك لكن ليلة رفضت لأن رمزي بيرفض أن هي تلبس لبس مكشوف واتقالتها جميلة عن شعورك نحية رمزي لأن هي ما تتمناش أن هي تقع في نفط غلطتها وأن هي تتجوز من غير حب وابتدت الحفلة وتوقعت ليلة بقى أن هي تسمع كلمات الحب من رمزي لكن هو قال لها أن أنا ارتبطت بيكي لشخصيتك اللي هتتوافق مع شخصيتي وأن هو ما بيؤمنش بالحب وطبعا الموضوع ده كان صدمة كبيرة جدا لليلة ودخلت الفيلة عشان ترتاح لكن لقيت صدمة تانية لما لقيت صدقي مع جميلة وطردت جميلة صدقي وقالت لها أن هي بتتعذب لأن هي اتجوزت من شخص بتكره ولما طلبت الطلاق مامتها رفضت وحاولت جميلة الانتحار وقالت لها أن أنت ما تفريقش عني كتير لأن أنت لاحظت نظرات رمزي الجري ألي وما تكلمتيش وهتكملي معاه وحثت ليلة أن هي انتهت وبعد فترة رتلاح تان وقال لها أن هو ما تدايقش منها لمعرف أنها تخطبت وأنه تعيد وقال لهم أجازة وقال لهم أن هو عايز يتجوز ثناء وفي الوقت دوت لأ والده غضبان جدا وقال له أن أنا كنت أعتقد أن أنت تستنى لما نجوز إحنا اللي اتنين ليلة وما كانش مقتنع كمان أن ابنه يرتبط ببنته ويروح يتقدم لها وحادثت شبه قطيعة ما بين الابن والقب وكان الأب بيكلمه باقتداب وبيمنع دخول ثناء البيت وطبعا رمزي خطيب بنتهم ليلة بقى حاول أن هو يعمل المسلح الاجتماعي ويتكلم مع محمود ويقنعه ودي كانت صدمة ليلة التانية لما وقفت كده وستمعته هو بيتكلم وقعد يحكي له حكاية وقال له أن أنا في يوم من الأيام كنت مرتبط ببنته وكنت بحبها لكن لقيتها ما بتنهرنيش لما بتديت أتجرق عليها عشان كده استبتها وطبعا ليلة نهارت لما سمعت الكلام ده وقعدت تفكر في مصير البنت المسكينة وقعدت تجري لحد ما دخلت قوضة باباها وكانت مصممة أن هي تفتخ الخطوبة لكن طبعا أول ما وقفت قدامه اللي سنها تلجم مع أول كلمة من باباها وده بترجع وبتتراجع وبتضعف وبتستسلم وبيحاول أنه هو يقدم موعد الزواج عشان خايف من تراجع موقف ليلة لكن رمزي كان مصمم على الانتظار لحد ما ليلة تكمل دراستها وبيبتم تحديد موعد الزفاف في أكتوبر لسنة 56 وليلة بتتمنى الموت قبل ما تيجي اللحظة دي وبتستسلم عادي جدا لتحضيرات مستلزمات الشقة وما بتختارش أي حاجة بتسيب التفاصيل دي الجميلة وما متها وبتحس دايما بألم وإن هي تعبانة وبشخصه محمود بإنه ألم في المعدة وبتأكد لها سناء إن هي بتعاقب نفسها وبتكرر العقاب دوت بدليل استمرارها في الخطوبة دي وبتقول لها سناء النحتين جي وزرهم في برسعيد فطبعا ليلة بتفرح جدا لما بتعرف الموضوع دوت وبتعرف كمان إن هو التحق بالجيش وبشتغل بالمصنع الحربية وما بيكفش عزمه أبدا وبيرث مرثم مبدأي للتد العالي وبتيجي لحظة تأميم القناة وبتحس ليلة إن الخطاب حرك فيها حاجة وإن قوتها رجعت وبتدخل في نقاش لأول مرة مع رمزي هي مع التأميم وهو ضده وبيوفاجئها باستغرابه لإن هي يعني أنت عملها فصيحة قوي وعملت الكلمة وانت طالعة بمقبول رغم كل اللي أنا هيأتهولك في الوقت دوت اللي تخرجت ثناء بجايد جدا وطبعا دوت بيخليها تحتقروا أكتر لإن هو حتى ما بيدهاش الفرصة إن هي تنقشه وبتيجي بقى مرحلة التحقها للعمل كمدرسة وبيأكد رمزي للأب إن عنده نفوس قوي هيخلي ليلة ما تتسبش القاهرة وبيروح معاها عشان تكتب التنسيق فطبعا من وراء كده بتكتب الرغبة الأولى في مدرسة بورتعين وبتكون مفاجئة رمزي والأب وبيقول له رمزي إن لازم ليلة تستلم الشغل مؤقتا وهترجع بعد مدة بسيطة وبيحصل العدوان الثلاثي وبتتجنب ليلة الرد الهاتفي على والد إن هي خايفة إن يكون بابها أو رمزي بيقول له إرجعي لحد ما بيجي القرار بتهجير السيدات والعجائز والأطفال وبتبتدي في الرحيل لكن بتحصل غارة كبيرة وبتقرب ليلة من الموت في الوقت ده وبتخرج من تحت التراب وتحولت حتى نبرد صوتها بقت نبرد تقرير وبتأكد عزمها إن هي مش هتغادر المكان ده وبتيجي المفاجأة لإن عصام كمان نضم للفدائيين وفي اللحظة دي ليلة بتلاقي نفتها بتتكلم بصوت مش صوتها هي وإنه بيقرر مصرها في البقاء وعدم الرحيل ومش هترحل غير ما بعد يرحل العدو وبيجي حتين وبيقابلها وبيقول لها إن أنت خرجت من دائرة الأنا للكل وأصبحت في مرحلة الاعتداد المطمئن وبتبتدي تطمم على مساعدة المقاومة لدرجة إن هي بتصب جرح وفي نفس الوقت للأسف بيموت عصام وليلة بتقرب أخيرا من الباب المفتوح وبتشوف حكايات كتير حواليها وكانت أهم حكاية اللي أصطرت فيها جدا الخطيب اللي كان بيدفن خطيبته بعد ما ماتت من ضربات العدو والمقاومة اللي بتقرر تنتف تمثال ديليسيبس ويبتدوا بدقاية جديدة ويكون معاحتين وهنا بتخلع خاتم خطبتها لدكتور رمزي عشان تبتدي معاحتين مرة تانية لما بتوصل للباب المفتوح وبكده بتنتهي الحكاية وأتمنى تكون عجبكم